السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن ألقاكم في الفيديو أنتم بخير وعلى خير إن شاء الله كثير منكم في الانستغرام صوت بأننا نصبقوا الطبلة والأفكار للأفكار للأفكار لهذا سوف نضع لكم هذا الفيديو في مجموعة الأفكار صراحة ناجحة والتي ستعتمدون أنتم مطمئين أول شيء سوف نبدأ بها هي بسبوسة بسبوسة اقتصادية وكيف المعضاق ديالها روعة وممكن تقدمها بعدة أشكال سوف أعطيكم بعض الأشكال الشكل الأولي مع الكريمة وشكل الثاني اللي يأتي بلا كريمة بالنسبة للمقادر سوف نحتاجوا جوش بيضات يعني تبارك الله يعني كيف تشوفوا جوش بيضات سوف أعطيك واحد ليمون الكبير ديال البسبوسة سوف نحتاج واحد القشرة الليمونة ولا حمضة لحسب أنتم مشنوكات تفضلوا كل واحد يختار نسمة اللي كتناسبوا ممكن تضيفوا فاني بالنسبة زهرة البرتقال حتى يكجي معها البسبوسة بسعف نحاول نخلطه مزيان باش يتلق لنا هذا المضاق ديال لقشور ديال الليمون في هذا القلب وكتحييد لنا زفرية سوف نضيفوا على الياغور ديال فاني ممكن تضيفوا فاني وليبانا حتى هو كعتماد قسوين عندنا تقريبا كاس لاروب ديال الحليب تهوى يعني هاد الحليب صراحة كإضافة ممكن تضيفوا فى الكيك ولا فى بسبوسة كيعطيك كيعطيك الحجم وفى نفس الوقت يعني كيزيد كيزيد للمضاق البسبوسة ولا الكيك ديالك عندنا كاس ديال سكر سانيدة وكاس ديال زيت وجوش كيسان ديال السميدة يعني نضيفوهم بالتتابع وحنا كنخلطوه والخميرة وجوش خمارات من فى ديال سبعة قرام يعني ربعتاشر قرام هادي نخلطو المقادير كامل احتفظ جانس وغادي ندوزو باش نديروه في المغرب وغادي ندوزو باش نديروه في المغرب اشتركوا في القناة موسيقى 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 وهي تشكيل البسبوسة يعني تكون جاهزة باش انها تدخل الفرن كندخلوها على نار مهيلة انا عدرت البريباراتيون من خلص الكيكو و دي البسبوسة في نص لوقت فاكون نحاول ان اضافهم لكم بترتيب حتى غادي ندخلوه من الفرن فى تققية واحدة بالنسبة للكيكو اللي غادي ندير هتا كي يجيي تزوين فا المغرب العاجب يعني بالنسبة لي كي يجي هااااااااااااا المغرب العاجب يعني زعم ما كتجيها الحشوة قليلة او لو كاعد لها مشاكين في هذا المغرب هذة القياسات ديري هم انتي مستمعينه انها خمسة البيضات بحجم متوسط الى كنو صغار تريس ستاة البيضات سنحاول اننا نحركوهم مزيان ونضيفو لهم جوجة الياغورت للفاني ولا البانان عندما نقولها لكم يعني البانان والفاني كي يتويتو في الكيكا هكذا كي يحتوى ما تقزوين بنسبة سانية اذا غن دير كاس ومص وغادي ندير كاس ومص دياز زيت هذي انطربت شي مزيان حتى كي يتجانس حتى غادي نضيفو الضقاق والخمار كي يقول لي انه يكون عندهم مشاكل في كيكا لا تستقش لهم سواء انا كتجيهم يعني كي خرجهم من الفرن وكتطيح يعني بزاف دياز المشاكل والنسبة للاشياء اللي ممكن ترطي لها البالون كيكا اول حاجة الكيكا ما كان ديروش لها الباتوغ يعني ما كان تربوهاش على سرقها مرتفعة ما غاديش نصوب الجنواز ما بغنش البيض انه يضاعف لنا الحجم فقط ان البيض كان تربوه حتى كي الجنس لنا البيض مع السفر صعفي وكن نحبسو كان تربوهاش مدة طويرة باش ما كان يعني كنخليو هديك الخطوريات البيض ما بغنش انا نصوب الجنواز كي بقتليكم الحاجة الثانية تردو لها البال هو الزيت الزيت ما كان كتروش دائما يعني حاولوا تنقصو كمياتي الزيت باش ما كتجيكم شكيكا ميد ما بزاف انا هنا درس كاسو مصلحة عندي تقريبا دوبل دي الكيك العادي حتى هذا المول كيحتاج خالط كتير حاجة اخرى اللي كتخلي الكيكا انها ما تصدقش هو الفران الكيكا كان طيبوها على نار مهيلة بزعف يعني راتف في التحميرة وما كان حتاجوش نحمروها من الفوق فقط دق النار المهيلة اللي كتطيبها اللي املت تحت هي اللي كتخليها اطلع معها واحد تحميرها من الفوق صراحة دائما عمرني محتاجيت ان ان شاء الله لها من الفوق حتى ما كتجي قيب من التحت حتى كتتحمير من الفوق نظر لانها كتاخد يعني مدة في الفران الحاجة اخرى اللي ما بغن نقولها لكم هي مني كان نخرج الكيكا ما كان هزوها شمو بها وشارة ونحطوها فوق البوتاجي باش ممكن يوقع لك شوحد لوشوك وكيكا كان طمعك نخلوها في الفران واحد شوية نحلو الفران شوية كنحطوها فوق الفورن يعني كيكون بقى شوية سخونية او لا كتخليها في الفران كتفعلي وكتخليها في الفران واحد المودة عاد كتخرجيها وكتديم مودة الحاجة اخرى اللي كتخلي الكيك ما نجحش هو الدقيق هذا غالب بيت لبناس كديروا هذه المشكلة هو انهم كنقصوا كيميات الدقيق فكت في الكيكا وخاكت النفخ منه كي خرجوها كذبط دائما ردنات كيكولتها لكم قبل فرم على الجنواز كنديروا حتى في الكيكا كتحاولي ان الخالد كيجي شوية شهاد راسو يعني حاولي ان كيميات هزي هذاك الطراب يتكتب لك رقم ثم كتعرفي ان الكيمييرا كافية دقيق وعلى حسب نوهية ديالو يعني يرى كل ماركة ونوهية ديالو انا مثلا في الكيكا وفي الحلوة كنستخدم ميمونة زوينة ومكترش مشاكل دائما بنتوا حد الإضافة إذا بغيتوا ان الكيكا ديالكم جي شوية طالعة كنتفو حد المعلقة حتى جاجوا معلقة ديال الخل الخل الابيض كيخلي الكيكا يساعدها انها تختامر أكتر حاولوا ان اكون تفواليها او صافي هي كنكونوا بهد وبالنسبة للنسمة الليبنات كتفو كيفود لكم في الأول النسمة اللي بغيتوه إما تلحامد قشور ليمون نسمة زهرة البرتقال حتى هي كجيزوينة في هذا الشيء الكيكا والبسبوسة وهذا الشيء ندهن المول ونكبوه في الخليط ويكون بهذا الشكل جاهز ان ادخل الفر نحن البنز سنحضر جوج الانواع الكريمة واحدة سنضيفها فوق البسبوسة في الشكل الأول والثاني سنضيفها فوق الكيكا هذه فيها الليمون فيها السيترو الليمون نطلب فيها 3 محلقة 4 محلقة على حسن المضوق لديل سكرسانيدة ونضيفها لديل تلاسات المحلقة لديل بودرة الكريمة باتيسيا هادي سنضيفها نخلطها بسيان ونضيفها فوق البطاق وتغلع كإعقاد لنا شوية وهو سخون كنضيفه لديل البسبوسة بالنسبة للمقطع الكريمة اللي درت فوق الكيك صراحة تقطع لها ديما هيكون عندية المشاكي صراحة في المونتاج لأنني كانت تعطار شوية بالفيديو فكيمشو لي بعد المقاطع غير يكون بحاله هو هذا اللي غاد ينضيف على الكيك درت فيه نص دورة الحليب ودرت فيه ثلاثة المعالقة ديال الكريم باتي سياغ ودرت فيه ثلاثة المعالقة ديال سكر سانيدة هذا الخليط اللي ولي خلطت معكم عميشي وهذا هذا كتير بالسبوصة وهذا ولي بالحليب اللي درتو فوق الكيك غدي نخليه ليكم وفي صندوق الوص مكتوب كي كاتشوفوا هذا اللي بالليمون درت فوق البسبوصة وزيينته بالفرز وهذا اللي بالحليب زيينته بالكيوه درت فوق الكيك تزين كي يبقى على حسب الضوء ممكن تزينه بالطريقة اللي بغيته وفي هذه الطابلة تانية كيف تشوفوا معي البس بوصة درسها في حد المون المختلف يعني وخليتها سامبل ما زينتها بشي حاجة وبنسبة لكيك زينتها بنفس الطريقة بالكيوي وبها ذاك الكريمة اللي درت معكم يعني كيف قلت لكم كيف قد زين اختياري على حساب الضوء وضروري مؤكد البنات اللي درن بحل هذه الكيك ضروري كان نرافقوهم بعصر يعني ما ممكن شنك كيكونوا باردين فمتوا يعني ضروري كي ترافقوا بعصر ومشي مع أساي او شي حاجة اخرى بالنسبة لكي راح الموالي صراحة هاد الكيكا راك تجي مهل الكو خطيرة بالنسبة للناس اللي كي بغيو اه شوكولة اكد ناخد واحد كاس سانيدا كاس ديال زيت وكاس ديال المبارد هاد الخالط غادي انضيفو له اربعات المعالقة ديال كاكاو غادي انضيفو له كذلك وحد الساشي ديال نيدو هادك الساشي الصغير ولا ممكنك تعبرو لكن عندكم نيدو يعني كيميات كثيرة عبرو ربعات المعالقة ديال بوتر ديال نيدو ما كنش لداقة الكيكو معجباتو لا صغير لا كبير يعني كتجين ميزة في المطاق ديالها جربوها وردو ديال الخبار طريقة ديالها يعني مختلفة شوية هاد الخالط اللي درنا كردو فوق البوتا حتى كي يغلي يعني كي بلينها كي يغلي كنحيدوهم فوق البوتا كنحركو شوية بجن بردوه وكنحيد منو تقريبا ربع حتى ننصت كاس من هادك الخالط والمرحلة الموالية ونضيفو حد كاس ديال تغيق وغادي نخلط مزيان الخالط نضيف لي هال الخميرة كنضيف لي جوش شاسية ديال الخميرة وكنخلط كيف قلت لكم باش كي يبرد لي هال الخالط وكنضيفو البيت باش ما يطيبش غامني كتضيفو البيت كتتحركو بجهد باش كي يجنس لكم وما كي يطيبش البيت غير هذا كتختارو لي موال صغير اذا كان عندكم موال كبير ضروري انكم تدافعو هاد المكونات اللي اعطيتكم بصافي كان نكبوه في الموال اللي سندخلوا الفران وكان من الاحسن من الاحسن صراحة تفرشوا لي واحد البابي بحلقة تراسي والسيركل ديالكم وتفرشوا لي ملتعة باش كي يجيكم سهولة تحيدوه من الموال مني كي يطيب وهذا وشكل ديالو مني كي يخرج من الفرن كنحاولو البنات هاد المرحلة كنديروها والكيك بقي سخون كنحاولو نتقبوه كامل بفورشات ولا بشي كي يغضو باش مني كنسقيوه بها ديك سقوة اللي غادي نديرو كي تشرب لينو هاد هو السر ديال ديك تاليك ديال هاد الكيك كان اعتدر منكم لان صوتي فعلا متعب هادك شارج كان يعني غا تحسو بالصوت شوية منهك فكان اعتدر كنحاولو نشرح ما امكن مهم كي قلت ليكم غادي نتقبوه مزيان باش كدخول لي هادك هاد السقوة اللي غا نديرو كنا اخدو واحد جوج دانية شوكولة وكنطيفو علي هادك الخالط اللي نقصنا في الاول اللي كنا ديج هادر نافت اللاجاي برده هنخلطوهم زيان وغادي نديرو فوق الكيك هادوه 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 اشتركوا في القناة 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 سوف نضيف حمض 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة